أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وطيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع وخلال كلماته بجلسة أجندة المناخ الدولي لقمة أفريقيا للمناخ في العاصمة الكينية نيروبي شدد مدبولي على أن مصر حارصت كرئيس لكوب 27 على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المناخ إن مصر ومن منطلق التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع وتتعامل مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد منخفض الإنبعاثات والقادر على التعامل مع أثار تغير المناخ وحرصت مصر كرئيس للمؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية